هلأ بفقرتنا الأخيرة يا صالح نحكي عن الصيام المتقطع أنت مجربتي؟ بل لا على هو رح قلتك ياها أفداً لا ولا مرة مجربة الصيام المتقطع أنا مجربته ودائماً لقيت نتائج كتير حلوة فيه خلينا نتعرف أكثر على الصيام المتقطع أحد أنواع الحميات المتبعة والرائجة فما هو هذا الرجيم وما أنواعه وأوقات الطعام المسموح فيه ومن هم الأشخاص الذين يتبعونه أسئلة أكيد كتيرة رح تجاوبنا عليها أخصائية الثغذية دعاء شعباني سيد صباحك دعاء صباحك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك دعاء بداية خلينا نعرف كلية اللي بهمه هذا الموضوع شو هو الصيام المتقطع وما آليته؟ الصيام المتقطع هو مثل آلية أو ميكانزم بجسم أكثر الموضوع دايت يعني ما هو أنه أنا صيام متقطع أنه أنا دايت سعرات حرارية أو دايت كيتو دايت أو أي نوع من الأدكنز أو أي نوع من أنواع الدايت الرائجي هو آلية بالجسم نحنا بنعملها بجسم لحتى يحرق السعرات الحرارية شو هي هي الآلية؟ يعني نحنا من خلال هاي الآلية نحنا بنحول جسم يحرق عن طريق نحنا نقلل كمية الأنسولين بجسم كيف نقلل كمية الأنسولين بجسم عن طريق أنه ما ناخد الأغذية اللي فيها سكريات ما ناخد الأغذية اللي فيها النشويات البسيطة أو النشويات تكون عالية وبالتالي ما يكون في عنا حرمان تمام و لازم يكون نعتدل أو ندخل بطريقة معتدلة هلأ نحنا فينا خلال الصيام متقطع نعمل كيتو دايت فينا نعمل دايت السعرات الحرارية بس هو شو الآلية تابعه هلأ أنا يوم صوم 12 ساعة أو نحنا أول شي نبليش بـ 12 ساعة 12 أو 16 أو حتى يوصل لـ 20 ساعة نصيام أحيانا كما في أنواع من الصيام متقطع نصوم يومين يعني ما يكون في تناول للطعام نهائيا كلها مشروبات كلها مشروبات أو يكون مثلا صيام مثلا يومين بالأسبوع أو مثلا يوم أي يوم لأ إلى آخره يعني هي أنواعه أكتر الأنواع لأله هلأ أكتر الناس بيستخدموه نحن نصوم مثلا 16 ساعة ونفتر 8 ساعات تمام خلال نحكي عن يصوم 16 ساعة ويفتر 8 ساعات طيب خلال 8 ساعات اللي بيقدروا يأكلوا فيها ويشربوا فيها شو هي أنواع الطعام المسموحة فيها ومين هنا للأشخاص اللي بيقدروا يصوموا صيام متقطع برأيك هلأ أنواع الطعام المسموحة فيها على حسب الشخص ليش بدوا يصوموا صيام متقطع هلأ موضوع صيام متقطع أنا مو بس فقط لتنحي في الوزن هلأ في ناس بيصوموا صيام متقطع لحتى يحافظوا على جسمهم أو حتى يحافظوا على صحتهم أو حتى يساعدوا حتى يشفوا من أمراض مثلا اللي عندهم ارتفاع كولسترون اللي عندهم مخاومة أنسولين النمط الثاني ما عم بحكي عن النمط الأولاني كمان كثير بيساعدوا موضوع صيام متقطع لأنه مثل ما ذكرت بيخفضنا موضوع الأنسولين بالجسم بدي أحكي شوي بطريقة علمية لحتى الأشخاص يعرفوا حين يومشوا النظام صيام متقطع كيف يمشوا لحتى ما يصير عنا في خربطة لأ في ناس يقولوا عندي يقولي أنا مشي تصيام متقطع بس ما نجح معي ليش لأنه نحن عم يكون في عنا غلط فيه لأصيام متقطع وأنا أدخل فيه أولا الشغلة هيصير جسم يدخل في مرحلة الكيتوسيز أو اللي هي ننتقل الموضوع مرحلة حرق الجلوكوز لمرحلة حرق الدهون بالجسم لأنه نحن عم نقلل مستوى الأنسولين بالجسم ثاني شيء حيث نحن عنا حرق بعد ما يصير هيك حيث نحن حرق للدهون بعدين نحن ندخل مرحلة الديتوكس أو تنظيف الجسم شو بيعمل جسم مرحلة الصيام لما أنا أكون صائمة شو هيصير عندي حيتكسر جميع الخلايا السرطانية أو الخلايا الضارة بالجسم يعني جسم حيكون صائم 16 ساعة أو أكتر حيلاقي خلية بده يستفاد منها هذه الخلية بده يأخذ مننا الفيتامينز يأخذ مننا الميرال وبالآخر إذا هي ضارة هيكسرها ويترضها خارج الجسم يعني هي أهميته الكبيرة لموضوع الصيام المتقطع أكتر من هو حمية غزائية هو نمط حيانة نحن نمشي عليه أو آلية أو آلية يستخدم عن جسمنا حتى موضوع الصيام المتقطع شوفوا وقده الجسم إنه هو بيساعد على شفاء من الالتهابات بالجسم تمام في عنا حمض بينتج خلال الصيام المتقطع هو بيستخدم بالأدوية الطبية يستخدم كمكمل غزائي اسمه بيتها هيدروكسي بيوتيريت هذا مهم جدا لحتى يخف منه موضوع الالتهابات مشان هيك هو بيزود المناعة من أحد الوظائف تبعاته بتلاقي مهم لموضوع المناعة لمرضة اللي عندهم روماتيزم اللي عندهم نقص مناعة حتى الأمراض السرطانية ولكن ضمن إشراف طبيب وإشراف خصائي التغذية يعني ما فيني يروح إذا أنا مريض سرطان أو مريض سكري نمط أول حصرا نروح أنا أمشي بهذا الدايت لحي لا لازم روح تحت إشراف الطبيب المختص وتحت إشراف خصائي تغذية لحتى ينظم لي أو لحتى أنا قدر إتبعه وأمشي عليه 100% دعائي ممكن عمليات الأيضاء والاستقلاب اللي دائما أنتم من خلال الحمية دائما بهمكم هذا الموضوع وممكن الجسم عنده استقلاب الجسم الثاني فيه ممكن أحيانا أجسام عنده استقلابه عالي ممكن تاخد نتيجة بالصيام المتقطع أكتر من أجسام كم مهم أيضا أنه نحن نحط اللي جاي مثلا أنه يعمل حمية غذائية بهذه الصورة نحن ندرس حالته السابقة قبل الرجيم ودائما الفحص الهرموني هو ضروري قبل أي نظام بيقومه فيه نظام غذائي هلا هي نقطة ذكرتية أنه فيه أشخاص بيكون الحرق عنده أكتر من أشخاص تانين وفيه أشخاص بيكون عنده مثلا عنده أمراضي أنا ما فيني أقول لشخص عنده مثلا صبية عنده كيسات مبيض أو أشخاص مثلا عندهم قصور بالغذة الدرقية أنه أنا عندي بطء بنزول الوزن أو ما كتير استفت على هذا الموضوع هلا غالبا الأشخاص عم يكون فيه استفادة وبيدي أحكي كمان نقطة مهمة هلا ما أنه عم نحكي على السيام المتقطع هلا في دراسات وجدوا أنه إذا أنا مثلا عملت ضاية السعرات الحرارية أو ضاية السيام المتقطع خلال هذا الشهر بالأخير تقريبا عم وصل على نفس النتيجة بس ليش هالأشخاص كتير عم يحب موضوع السيام المتقطع لأنه أول شغلة وجباته قليلة يعني عبارة عن وجبتين أو ثلاث وجبات منهار يعني حيكون تحضير الطعام أقل من موضوع السعرات الحالية بيكون نحن عنا أربع أو لست وجبات خلال اليوم للأشخاص اللي ما بيقدروا يضبطوا نفسهم لأنه طول ما لي قاعد بدي أكل أنا ما فيه مدوما دخل نقرشات ما فيه مدوما أكل خاصة بالشتوية بتعرفوا بموضوع الأكل والليل بيكون طويل بقى هو بيضبط النفس أكتر إنه خلاص أنا عندي فرضا أنا بدي بلش أكل الساعة 12 من 12 إلى 8 عندي هاد وقت الأكل وبعدها بدي يكون توقف تام عن موضوع عن موضوع الطعام هلأ خلال مرحلة السيام نحن فينا ندخل مشروبات مثلا وفينا أشرب مي مسموح لشرب المياه مسموح بالمشروبات الساخنة اللي هي الشاي الأخضر القهوين طبعا بدون إضافات تانية مسموح بالمشروبات العشبية بدون سكر هي كل ياتنا نحن فينا نتناولها خلال الصيام أما إذا أنا حدا بيقولي أنا فيني طب أكل تمرة بس خلال الصيام متقطع فيني أكل قطعة تنكسرات أنا بيقوله ضروري تمرئي شي بتحبي يعني الأكل بتحبي لازم يكون خلال هالثمان ساعات مثلا اللي عم تسومية ما بصير تحرمي حالك شو رأيك كمان خلال الساعات المسموح فيها بالأفطار إيه ما علش أما خلال الصيام لا أبدا لأنه إحنا خربنا كل عملية الصيام متقطع اللي هي نتيجة وصولها إلى تخفيف الأنسلين بجسم وبالتالي الدخول مرحلة الكيتوزيز اللي هي حرق الدهون متى ما أنا أخذت أي أكل فيها تمرة إن شاء الله أطعت تمرة ولا أطعت جوز ولا أي مكسرات ولا أي أطعة أو لئمة صغيرة خلاص نحن خربنا هاي الميكانزم مشان هيك هو شو الأهمية طبعه مو مثل موضوع صارت حراري أنا اليوم أكلت شوي أكلت زايد فيني أضبط تاني يوم أو ضبط موضوع الأكل تبعي لا هون لازم يكون فيه التزام أكتر موضوع خلال مرحلة الصيام لازم ناكل نهائيا بس المشروبات اللي ذكرتها ووقت المرحلة للأفطار لازم نحن دائما نبلش بشغلات خفيفة يعني إذا بلشنا الساعة 12 فينا نبلش بوجبة الفطور الاعتيادة اللي هي عبارة حسب كمان الساعة حالة نعم بيذكر هي مو يعني مو لك الأشخاص يعتمدوها بس عم بحكي بشكل عام أنا يعني فينا ناكل مثلا خبز أسمر مع بيض مع قطعة خضار وطفة حارد فينا بعدين بعد شي ساعتين ناخد أو ثلاث ساعات ناخد كاسة حليب وبعدين الساعة مثلا سبعة ونص أو ثمانية ناخد ناخد الغداء على حسب قديش أخصائي التغذية عم يدارس النسارات الحرارية تبعاتنا يعني كمان خلينا نحكي عن الأغذية اللي قتمتع بالدسم العالية هل من مسموح يوم مثلا بعد خلينا نقول صيام متقطع دام لمدة شهر حسب ما أنت بتحددي وحسب الشخص اللي أنت بتلاقي له يا مناسب فيه يعمل يوم خلينا نقول استقلاب لكل هذا الموضوع ويأكل دسم ولا لا كمان بكميات محدودة أصدق يوم فري أو كسر نسبة الوزن بيقدري يعمل بس دائما هذا الموضوع يوم الفري نقول للأشخاص أنه يعني هو مو يوم مفتوح يعني نحن نأكل كل شي طعام يعني أنت إذا جاء عبالك أكل اشتهيتية جاء عبالك مثلا حلو أو مثلا سناك ممكن نحن ندخله بس ولكن هو موضوع أنه أنا أرجع أكل مثل أول وعلى فكرة غالبا الأشخاص يكونوا ماشيين على دايت وما حيقدروا يطبقوا صورة اللي هنا ببالهم أنا يوم الفري حأكل كل شي حأكل كروسان وأأكل شوكولات وأأكل شي بس الأشخاص اللي بيطبقوا هذا الشي بالأيام بساعات اللي بيقدروا يعكلوا فيها ويعكلوا كل شي هذا يعني ميرجع لهم بشكل سلبي ممكن يزيد وزنهم أكيد ويعني يترجع لهم بطريقة مات الرمضان يقول الأشخاص أنا صمت برمضان بس من فليش بس أنا برمضان وقت برمضان صمت وكمان عملت سيام المتقطع كمان وأكلت يعني كنت وقت الفطور أكل شو ما بدي أما المساء لا خلص يعني بصير على المشروبات وإذا بدي حسرا خضرة يعني على السحور هيك بس نحفيت تقريبا شي 6 كيلو بشهر رمضان المبارك حتى إذا بدك هو آلية نحن مقدر نسمن فيها يعني هو آلية تنظيف الجسم هو آلية تزويد موضوع قطل الخلايا السرطانية أنا فيني إلعب بالسيام وتقطع مثل ما بدي أنا فيني سمن فيني نحف فيه فيني عالج أمراض خفض كوليسترول خفض مستوى سكر الدم بقى حسب المريض أو الشخص اللي جاي لعندي بدي شوف شو هدفك أنت بدك نحف وزنك بدك تعمل ديتوكس جسمك عندك سكر عندك كوليسترول عندك شحوم سلاسية سبب الغذاء حسب الهدف تبعك بدك تسمن كمان أنا فيني سمن لأنه خلال 8 ساعات حسب نظام الغذاء أنا بدي حطه به 8 ساعات فيني وصل الشخص الهدف فنحن حطينا أو الهدف اللي لازم نوصل له تمام يمكن من خلال حديثك نوهتي أنه في بعض الأشخاص مثل عندهم سكرية اللي عندهم شغلات تانية ما كتير بتفضليلون الصيام المتقطع سكر نمط أول نمط أول من هنا الأشخاص خلينا نقول يلي أنت بتستبعديهم كلهم الصيام المتقطع الأشخاص عندهم سكر نمط أول المرضيعات والحوامل هذول كلهاتهم لازم يكون متحت إشراف طبيب لأنه في حوامل الأشخاص يستخدموا أدوية دائماً لازم نحن نضل عم ناخدها أو مترافقة مع طعام يعني لأنه السكر نمط واحد لازم ياخد دائماً إبار أنسولين أو بتكون بشكل متكرر هاي نحن نستبعدهم مثلاً متقطع الحوامل المرضيعات نفس الشي حسب حالة الصحية ممكن الحوامل يقدروا يسوموا مثل رمضان مثلاً في حوامل ممكن يقدروا يعملوا إذا طبعاً تحت إشراف طبيب أو ما عندهم حالات صحية لذلك هذول الفئات الثلاثة لازم حسراً تكون تحت إشراف الطبيب وخصائي التغذية ما نتبعوا لحاننا أو من بالنا ومثل ما نعمل أغلاط بسيطة بس سيام متقطع أنا ممكن تنعكس سلباً علينا خلال 16 ساعة وخلص بـ 12 ساعة بدي أكو بديها أكيد هذا الشي غلط بس بالختام بدنا معلومة على الأشخاص اللي بيعملوا حمي غزائية اللي بيتبعوا نظام غزائية أو حتى عملوا سيام متقطع بس وزنه ونسابت ما عم بينها فهذا شو السر يعني بهذا الموضوع خلينا نحكي عليه ونختم معك هلأ هون بدي شوف شو الأخطاء اللي عم يتبعها الشخص هلأ أحد الأخطاء أنه أنا أكل اللي بديها خلال فترة السيام متقطع أحد الممكن لا الشخص ملتزم وماشي دايت وحمي وإلى آخر مع ميزل ممكن صبية يكون عندها كيسات عن ما بيضوانا منتبها وميكون نحن يكون عندنا قصور غدى درقية أو بيكون عندنا جسم تعود على هذا النبط أو جسم ما عنده نشاط زايد أو ممكن زود الحركة أو حتى أشخاص طائمين كمان في عندهم حركة كتيرة ومع وسبت وزنه طبعا بعد المراحل الأخيرة وبس دي أذكر نقطة مهمة موضوع سبات الوزن نحنا دائما لو نمشي دايت ما نحمل هدف كبير أنا بدي أنزل 10 كيلو بهذا الشهر جسم حيصير عندنا مرحلة سبات وهذا الشيء أصلا مستحيل وحيكون غلط لأنه حينزل نحنا غالبا عننا دهون وكتلة عضلية اللي حتنزل منا هذا الشيء جدا غلط لازم نمشي شوي شوي بتدريج حتى ما نوصل لمرحلة السبات يلي عمز ذكرية وبدي أذكر شغلة في ناس بيخافوا موضوع سام متقطع أنا أخسر الكتلة العضلية تبعي تمام أو أنا صير يستخدم العضل تبعي من البروتين كطاقة هذا الشيء غلط لأنه نحنا خلال مرحلة السيام حيفرز عنا هرمون النمو يلي أغلب الرياضي نسمع بيأخذوا أبر هرمون النمو لحتى يحافظوا على كتلة العضلية تبعون نحنا خلال السيام متقطع منفرز عنا هرمون النمو بنسبة 2000% زيادة وبالتالي حنحافظ على كتلة العضلية تبعنا فقط حيكون عنا تكسير للدهون ما نحنصر كتلة العضلية حلو كتير مع هالتفاصيل دعاء وهذه المعلومات التي زودتنا فيها بدنا نتمنى عليك كل التوفيق وشكرا لك عن المعلومات التي قدمتنا شكرا لكم وإن شاء الله يا رب كل حدا حابب اتماع حمية غزائية يقدر يوصل للنتيجة اللي بدو إياها أكيد بالصحة والسلامة شكرا لك شكرا للمعلوماتك القيمة ومشوفك بحلقات قادمة شكرا لك